التنفيذ لو رجعنا بقى للسؤال بعدل الشركات الكبيرة اللي عوصلنا له النهاردة اللي هو تقريباً عندنا للنهاردة تلاتة وسبعين شركة فيها ما لا يقل تلاتة وسبعين شركة زيارة كتبتين طرق فيها ما لا يقل عن تمنتاشر الف ومية ومئة اه عامل مهندس وفني وعامل سواء تشغيل او سواء سواء او سواء ملاحس بيسجل حتى عدد العربيات وعدد النقل اللي بتنقلها او سواء عامل الكويتش او سواء العامل البسيط اللي بيعمل له الاكل بتاعه في المطبخ علشان اه اه يأكل الناس اه حوالي تمنتاشر الف ومية او تمنتاشر الف وميتين عامل في التلاتة وسبعين شركة. اه. دول عملوا لحد النهاردة النهاردة بإذن الله بالليل هيكون عندنا خمسة وسبعين مليون متر مكعف عمال حفر. يعني تقريباً احنا وصلنا الى اتنين واربعين تلاتة واربعين في المية من. اعمال الحفر. العمال الحفر بتاعة الاسباقية اللي هم المية وتعميم ديهم. اه. ايه بقى التدبيش? اه. زي ما حياتك شايفة كده احنا بعد ما بنوصل بالحفر حتى ما نسوم سطح المية. اه. وزوركوا الكركات اه معنا وما نعطلهاش. نقدر نجيب بقى المعدات دي سواء البلدزرات او الحفرات اللي هي لها القدرة على القدرة الكبيرة على تحريك التربة سواء حفرة او جزاحة. ام. نبدأ نعمل بها الميول الجانبية والمساطب اللي مطلوبة لاجناب القناة. ام. عشان القناة ما تنزلش كده رقصية. يقوم الرمل ده ينهار. بعد كده ينزل. اه. اه. القناة. يأثر على المجرم الاحي. او حتى ينهار يأثر على اي اه فرد او اي معدة بتتحرك. اه. فده بيجي بنسبت اللجناب. بنسبت اللجناب بطرقتين. ياما بتدبيش بنقبش يعني. ياما بستائر معدنية. بستائر معدنية دي بندقها بمكان خاص. اه. بندقها تحت منسوب سطح المية. ثم من منسوب سطح المية ده دي اه شيت سطح المية. اه. بتركب مع بعضها. بتبقى رأسية. بحيس انها تمنع انهيار الاجناب. اه. لان حتى احنا. لما بنماهد الميول. اه. اللي اعلى سطح المية دي. اه. والدبشة تحت سطح المية. اه. يا اما تستبت بشيت. يا التدبيش بركة. اه. يا حاجة التدبيش هو تأمين الجوانب يا اما بالدبش والطوب يا اما بستائر المعدنية. بالضبط كده. اه. علشان ما تنهرش وعشان نحافظ على اجناب الخناة. اه. اي اصعب مرحلة من مراحل اه. اه. حفر القنية. اه. اصعب مرحلة من 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 اوجة نظر انا. اللي هي. المرحلة الحالية اللي احنا فيها. اللي هي استكمال الحفر على الناشف حتى منسوب سطح المية. ليه? احنا اه. عندنا اه. اه. المية الجوفية. مفروض ان هي نظريا. ارتفاعها. يعادل منسوب سطح البحر. او منسوب سطح القناة. وخاصة ان احنا قريبين من اه خناة سويس. هي هي ميا جوفية ولا رشح من القناة? اه. يعني انا اصلا اه. اه. لما بيقول اه ميا جوفية انا ستفكر قبار. لا. ان هي رشح من الميا المجاورة. المسمى العلمي اسمه ميا جوفية. اه. نتجة عن ايه بقى? ده اللي حتجو سأل عليه. اه. نتجة عن اه رشح او تصرب من القناة. نتجة عن رشحة وتصرب من البحر احنا وبينا البحر. نتجة عن رشحة وتصرب من اراضي زراعية اللي احنا قريبين من اراضي زراعية. نتجة عن رشحة او تصرب من اه مصارف زراعية او حتى صرف صحي. ام. لو في ناس النظام العادي القديم اللي هو كان فيه اه ترانشاط في حوالي البيوت. كانت الماية بترح فين? بتصرب في الارض. اه. قديس ما الماء جوا فيها. اه. نظريا مفترون الماء الجوا فيها تبقى قريبة من اه او نفس منسوب سطح المية في خناة سويس. احنا ربين منها. ولكن نتيجة وجود مزارع في المنطقة المحيطة بينا. مم. قد تلاقي في بعض المناطق الوريبة او من الزراعات منطقة المية الجافية فيها اعلى شوية. بستين سنطي. بسبعين سنطي بمتر. عن منسوب سطح الايه? الخناة. فانا عايز اوصل بالمتر ده. حتى منسوب سطح الخناة. علشان ما يسيبوش. انا ممكن اسيبو. ودهات احت المية خلاص. والكركة لما هتحفره. مم. ما فيش مشكلة فيه. ولكن انا حريص ان انا اوصل لمنسوب سطح البحر علشان اقل الارتفاع وبالتالي كمية الحفر اللي هتحفر ها كالركات. يقوم كمية الحفر هتحفرها كالركات لما تبقى ليلة ما تاخدش مني دولارات وفلوس. انا عايز اوفر. فانا الحفار بتاع اللي حياتك شايفاه يقدر يحفر تحت سطح المية لحد اربعة متر خمسة متر. دي المرحلة اللي نفاها دلوقتي. ان انا بوصل الحفر كله اللي ده انا حفرته قبل كده. الى انا حفرته قبل كده او 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 حاليا بنصف الى منسوب. ساعد واحد. حضرتك كلامك ده بيأكد حاجة خصلة موجودة فينا المصريين. احنا احنا عمري ما كانت دولتنا فيها الوفرة والرفاهية. الحياة بتاعنا مشروع عظيم. وعارف ان الدولة كلها موفرة ومسخرة كل امكانت اللي تقدر عليها. والافراد والشركات. انما برضو مواردنا ما هياش يعني ما ما تخلناش في اي وقت نشتغل براحتنا زي الدولة الغنية. زبط. فانت عايزت عايز توصل تنهي المشروع في توقيته. تمام. وعايز المصريين كلهم يستفيدوا من 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 منتجه. وعايز توفر لانه انت عارف انه العين بصيرة والايد قصيرة. ده هو ده نمط المصريين لما بيعملوا اي حاجة مؤمنين بيا. احنا حريصين. والخير السياسية حريصة. ان احنا بنشتغل بمنظومة محددة بمحددات رئيسية. لا نحيد عنها. ان احنا نعمل مشروعاتنا باعلى مواصفات واعلى جودة. وفي اقل توقيت. وفي اقل توقيت نقدر نعمله. لازم نحافظ على المواصف. اقل توقيت نقدر ننفذه. بضغط وزيارة المعدات وزيارة على ساعات العمل. وآآ باقل تكلفة مالية ممكن. لان ازي قلت احنا ما احناش للدولة عظمة ما عندناش فلوس كتير. ولكن وانا بدأ حياتك مثل. بقول لحياتك احنا ازاي نوفر? احنا هوق لما جابنا الناس وانتو مصريين ودي بلدكو. وآآ يعني امتو خدتوا قبل كيلا كتير. او كسبتوا بالاش خدتوا كتير. كسبتوا من شغلكم. مصر دعم انها وقت كتير وفلوس كتير. يعني. ان شاء الله. بنتمش. ما شه الله جايه احسن. التصوير قعدنا كده نراية بحضرتك عن بعض. كان عندك مؤتمر صحة فيه وكان فيه وفد جاي وكنت واقف مع مجموعة من زباطك وكمان كنت كان فيه هنا وينش بحقا كنت بتكلمه. انا يعني في خمس دقايق او في عشر دقايق شفت قائد عسكري وشفت مسؤول عن مشروع وشفت همزة وصل مع الاعلام. انا اسفة متأخذيش بس انا يعني في لحظة حقا كنت تتكلم الاعلاميين وبعد كده روحت استقبلت ناس وبعد كده عادت تزعب بملو حسك عشان كان البلدوزر مش عارفة بتقوله ايه. ده 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 عرض مستمر. اه اه حادثك احنا اه مش حاجة اقول لها. انا 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 بحاول اوصل الناس للحالة. كل كل كلام حادثك مزبوط. كل كل كلام حادثك مزبوط وفي محلو. اه احنا ممكن حادثك في الاربع عشر ساعة اللي احنا بمشتخلوه. ممكن ننام اربع خمس ساعة. بكتير. والحمد لله ده الكفاية او. الباقي باقيت اليوم لازم اوزع شغلي انا وقرض الخطاعات المشرفين اللي معايا. زي ما حتى قلت كده بالزبط لازم نتابع المعدات وهي شغالة والعمال وهي شغالة. علشان نضمن ان هو بيحفر بالاسطوب اللي احنا عايزينه بينقل ناتج الحفر في المكان اللي احنا بخطط نقوله. مسلا بشكل بيكسور احوال ترسيب. ما يودهوش جوه حوال ترسيب. لان كل مهار من نقلة جوه حور ترسيب. هيخفر للي حجم حور الترسيب. مش هياخد كتير. اه. تلاقيني باجري عليه والزباط بتوعي بيجروا عليه والمقاول نفسه بيجري عليه. اه. فلازم بالسمرار نبقى في وسط الناس ونوجهها. عامل بيعمل اه عمل بمعدة. ممكن تؤدي الى اه حدثة. لقدر الله. اه. اه. لازم انصحه. انت لقى ابعد عن وش المية. انت ابعد عن اه جسم الساتر اللي انت بتحفر فيه عشان ما ينهرش عليك. لازم نوجههم بالسمرار اول باول. الوفود اللي جاية دي برضو لازم استقبلها. مش هقدر ازع على حد. وخاصة ان انا عارف ان هو جاي لمصلحتي. هو جاي يطمن ويطمن بنفس الوقت. ويتطمن علي. وفي نفس الوقت بين الاخبارنا للاهلينا والشعبنا. اللي احنا نفسينا هم يبقوا عارفين احنا بنعمل ايه? ويبقوا مدركين احنا بننفذ ايه? ويبقوا مطمين علينا. فبرو لازم نستقبلهم. ولازم نديهم اللي هم عايزينه. وما نقصرش معهم. اه. وزي حاتك قلت احنا بنفتخر كلنا انا والزباط اللي معايا. اللي احنا باسوني عنه القيادة والسيطرة والاشراب. ان احنا زباط ومهندسين ومقاولين. طالما احنا بننفذ مهمتنا بالشكل اللي قلت حاتك لو احنا دايما نقول ايه? لو انا عينوني. لو انا عينوني. اه على بوابة الادارة. على بوابة الهيئة. بس هبقى احسن واحد يدير هزا العمل. فانا موافق. طالما هزا العمل في الاخر هيصبف مصلحة بلدي. سواء بقى بقى انام. منامش. اكل مكلش. ابيت هنا ولا رجع ابيت في القاهرة مسلا يوم كل يومين تلاتة ولا حاجة. اه زباطي الشغالين معايا اربعة وعشرين ساعة. اه ده ما يهمناش. احنا وعملنا على فكرة. شركاتنا الشركات اللي موجودة بتحديد الله حتى كالعامل المصري. لما بتتاح له الفرصة ويلاء القدوة ويلاء اللي بياخد بييده ويلاء اللي بيخاف عليه ويلاء اللي بوفر له المناخ والبيئة المناسبة ان هو هيشتغل. هيشتغل. احنا عندنا ناس بتشتغل السنينة وعلى شعبنا. صح. ازاي ازاي اشتغل ماشر ساعة? الناس دي ما تقول لك? الالمان بيشتغلوا. اليابانيين بيشتغلوا. لا احنا المصريين بنشتغل وهنشتغل ان شاء الله. بس لما نحس ان نتيجة شؤولنا ده. هتعود علينا وعلى بلدنا وعلى شعبنا. هنشتغل وهندي. صح. لما نحس ان ان ناسنا وشعبنا اه هيستفيد. وعينوا علينا. وإحنا تحت الميكروسكوب وإحنا نتيجة شغلنا دي هتعود على شعبين لازم أن نشتغل ولازم أن ننتج بقى نتعب شوية ما نتعبش شوية نستحمل شوية إن شاء الله ربنا هو اللي هيكافئنا إن شاء الله نتمنى دوام هذه الروح روح الحماس والعلم والانضباط والانفتاح كمان على البلد دي روح لا تعود ومش بس في بلدنا في أي بلد في الدنيا المشرطة إن شاء الله لما ينجح وإن شاء الله هينجح بإذن الله برعاق المصريين كلهم لنا وبسخاتنا في ربنا المشرطة لما ينجح هيبقى فكحة خير على مصر وقاطرة وهيدينا سخف نفسين وهتبقى قاطرة لبقية المشروعات القومية العملاقة إن شاء الله اللي هتعود بالخير إن شاء الله بإذن الله بإذن واحد واحد كامل التأدير والاحترام والشكر لسيادة الليوة كامل وزير وبكرر الاعتذار عن تعطيله أو عن إضافة أعباء إضافية فوق الأعباء اللي هو فيها بنشكرنا بنشكرك وبنشكر السادة المشاهدين وبنرحب بحضرتك في أي وقت تاني تيجي تطمين علينا وتطمين علينا السادة المشاهدين وبننعك بقى إن شاء الله ما تستنيش لحد ستة تمانية ألفين وخمستاشر في فتاح المشروع بإذن الله اللي احنا وصخين من حدوثه إن شاء الله إحنا بننعك في أي وقت كل شهر كده ولا حاجة مع وسائل إعلام مش لازم تقابلوني امشوا حارتك على القناة اتفرجوا شوفوا قرنوا بين الشهر اللي فات والشهر اللي انتوا فيه كل زيارة قرنوا كده صوروا شوفوا حجم العمل قد إيه عشان إن شاء الله تطمينوا تطميني سماء إن شاء الله شكراً جزيلاً عواتي اللي مشي من البحردة للبحردة محني عليك بيفحتك للدمعة تنزل من عناية في الهجير ولا من أسه كان فيها دحكة تنتحك تمان مع عدية البكرة تشتري شهدت فرنسويس رحي الحمام بس لسويس وقول ويلاني أنا مسويس أنا مسويس أنا مسويس